السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواعي الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم إن شاء الله رح نعمل طريقة الفلافل رح تعجبكم كتير إن شاء الله مقادير الفلافل كيلو حمص حب ناشف نقعه قبل بيوم حبطيت عليهم بصلة كبيرة مع كزبرة وبقدونس أخضر وزا في عندك بصل أخضر برضو كمان تومة وفلفل وكزبرة وكمون وملح هدول نحطهم مع الطحن الحمص بننبلش نطحن الحمص أول إشي لحاله الوجبة الأولى بنطحنه من دون أي تتبيلة بالمرحلة الثانية إن شاء الله طحنا أول وجبة زي ما حكينا الوجبة الأولى بتطلع شوي خشنة بنطحنها لحالها الوجبة الثانية بنحط معها البقدونس والكزبرة والبصل والتوم والفلفل الحار طبعا فلفل الحار حسب الرغبة بنطحنهم مرة ثانية مع بعض وإذا بتحبي إنك تنعميه بزيادة ممكن تطحنيه مرة ثالثة بنضلنا بنطحنه ونحط نتفى من الحمص ونتفى من التتبيلة لحديث ما نخلص كل الكمية شكرا نحط الكمون والكزبرة ونعجنهم مزبوط مع بعض وهيك بعد ما خلصت طحن حطيت قد تقريبا ربع من الكاست المي عشان تنزل كل الفلماكنة على التتبيلة عادي الحمص يعني المية بشربها ما بتخافي بعد ما عجنتها مزبوط وحطينا ملح حسب الرغبة بدي أحط بيضة البيضة هاي بتخلي يعني القيمة الغذائية أكتر وبتمسك معي العجينة ما بتخليها تفرط بالزيت ونتفى الكربونا نتفى زي ما انتوا شفتوا لأن الكربونا لما تكتريها بتخلي عجينة الفلافل تفرط معاكي أو ما يتماسك قرص الفلافل بالزيت بدي أعجنهم مع بعض وطبعا أنا حطة زيت على الغاز لازم زيت كتير ويكون سخن لازم يكون سخن كتير حطيت نتفى من العجنة على الزيت عشان أشوفه سخن ولا لا لقيته لسه بارد شوي فاستنيت عبل ما يسخن مظبوط لازم يكون سخن عشان برضو ما تفرط معانا العجينة لأنه هذه عجينة الفلافل دايما بيحكولي إنها بتفرط معاهم ما بيمسك القرص الفلافل معهم فهادي هي الطريقة إن شاء الله اللي بتخلي قرص الفلافل يمسك معكم حطيت سمسم عليه برضو حسب الرغبة إذا بدك تحطي سمسم حطي ما بدك عادي ما في مشكلة بس بعطي طعم زاكي كتير بعد ما يتحمر من تحت بنقلبه على الجهة الثانية زي ما إنتوا شايفين اللون ما بنخليه غامل طلعنا أول وجبة زي ما إنتوا شايفين كتير ريحته حلوة إن شاء الله بتجربوه وكتير طيب واتبعوا يعني التعليمات اللي أنا حكيت لكم إياها عشان إن شاء الله ما يفرطت معاكم القرص أهم إشي لازم الزيت يكون سخن وطريقتنا لليوم خلصت إن شاء الله بتعجبكم تستفيدوا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير ويعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر